بهدف القضاء على الدوام المززوج صندوق العراق للتنمية يضع اللمسات الأخيرة لإطلاق مشروع تشهيد المدارس خطوة تعمل على إنشاء مدارس وفق مواصفات دولية ضمن حسابات كثيرة من بينها مراعاة التصاميم الحديثة لتكون معلما من المعالم الحضرية في المنطقة عدد المدارس التي سوف يتم إنشاءها من خلال صندوق العراق للتنمية 1500 مدرسة الشريحة الأولى من 1500 مدرسة هناك طلبات من المستثمرين بأكثر من 2500 مدرسة الفكرة الأساسية من عندها أن المستثمر ينشئها والدولة تأجرها لفترة وبعد عشر سنوات أو أكثر شوية تعود هذه المنشآت إلى الدولة الملف التربوي وبالأخص الأبنية المدرسية واحد من أهم الأولويات التي عملت عليها الحكومة في إطار متعدد الاتجاهات من بينها مشروع الأبنية المدرسية وتنمية الأقاليم فضلا عن وزارة التربية التي أنجزت تأهيل وترميم الآلاف من المدارس في مسعى منها لإحداث انتقالة نوعية في هذا الملف مشروع الأبنية المدرسية النموذجية بإشراف ومتابعة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرحلته الأولى ألف مدرسة موزع على جميع المحافظات لغاية الآن هناك ما يقارب 300 مدرسة وانجزت أيضا هناك الخط الآخر الخاص بمشروع وزارة التربية رقم واحد المتلكة أيضا خطت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتنسيق آل المستوى مع وزارة التربية لحد الآن تم إنجاز أكثر من 450 مدرسة الخطوات الحكومية تسير باتجاه فكل اختناقات الحاصلة في الأبنية المدرسية وكذلك إنهاء ظاهرة الدوامين المزدوج والثلاثي والمدارس الكارفانية والطينية ووفقا لمختصين فإن تشرين الثاني من هذا العام سيشهد إنجاز ألف مدرسة من مشروع الأبنية المدرسية النموذجية أثير عادل العراقية الإخبارية بغداد